السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة نبدأ اول درس في يونت وان من برايماري فور سكن تور. بيتكلم معن الهيومان دايجستف سيستم. كاركتوريستيكس اوف لفينج اورجنيزم. يعني ايه كاركتوريستيكس ايه. ممكن تكون صعبة في النوت عليكو شوية. هي عبرها عن صفات الكائنات الحية. لفينج اورجنيزم يعني كائنات حية. طب اللي بيميز الكائنات الحية دي عن الاشياء الغير حية. اللي بيميز مثلا الكلب او القطة او ميزنا احنا عن مثلا التربيزة عن الكرسي. فعندنا مجموعة من الصفات او بسميها كاركتوريستيكس. لازل بتفرقنا عن الاشياء الغير حية. نمبر وان. نيوتريشن. التغذية. نمبر تون. ترانسبورت. الانتقال. يعني احنا فيه زي البلاد اللي بتحرك في جسمنا. ده اسمها ترانسبورت. المواد الغذائية اللي بتنتقل في التريز اللي في الشجرة. من الصيل لحد الايه الورق. ده بسميها ايه ترانسبورت. تنفس. يعني الاخراج. يعني اخراج يعني لما الجسم بيخرج المواد الضر. يعني حركة. نحفظها كده. يعني ايه? يعني تكاثر. يعني ايه تكاثر? يعني بان هو بيقدر يجيب اولاد او بيجيب ايه اطفال. واخر حاجة عندي هنا السينسيشن. ودي من اهم اهم الصفات اللي موجودة فيه الكائنات الحية. وبتشمل حاجات كتير جدا جدا جدا. ان احنا ازاي بنقدر نشوف ازاي بنقدر ندوء. ازاي بنقدر نتحرك. ازاي نقدر نفهم. كل ده ليه علاقة بالسينسيشن. هنبدأ بابا ندخل ونشوف البادي ده بتاعه بتكوه من ايه? يعني ايه تركيبه بتكون من ايه من جوة? جسم ده لما نبدأ نشوفه بتكون البادي ده بتكون ايه? من حاجة اسمها ساستمز. ساستم اللي هي ايه? عبارة عن اجهزة في الجسم. برضو مش يهمين. هنتخيلها زي هزاي المدرسة. لما بندخل المدرسة بيلاقي مجموعة من الدادات. بيلاقي مجموعة من الطلبة. بيلاقي مجموعة من المدرسين. بيلاقي مجموعة من الداريين. كل مجموعة من دول بسميها ساستم. كل ساستم من دول بيعمل وظيفة معينة. بيعمل فانكشن معينة. الجسم كزالك مجموعة من ايه? الساستمز. كل ساستم بيعمل ايه? وظيفة معينة. certain function. طيب. يبقى البادي كونسست اوف بيتكون من او كومبوزد اوف ساستمز. ساستم كونسست اوف ايه? اعضاء. طيب. الورجن كونسست اوف ايه? تيشو. تيشو يعني عبارة عن طبقات. طيب. الطبقات دي دايما احنا نسمع دايما كلمة تيشو من ايه? من التيشو بيبر اللي هي المنديل. فكلمة تيشو عبارة عن نسيج رفاية جدا. طيب. بيتكون من ايه بقى? كونسست اوف ايه? سالس. سالس دي اصغر حاجة في جسم الانسان. يبقى انا عندي بادي ساستم اورجن تيشو سال. نحفظها بالترسيب كده. بادي ساستم اورجن تيشو سال. بادي ساستم اورجن تيشو سال. the body consists of group of systems. the system consists of group of organs. the organ is composed of group of tissues. يعني بيكون مجموعة مني تيشو. تيشو is formed of group of cells. هنلاحظ اللي هي بلون البني دي. كلها الكلمات بنفس المعنى. كلها معناها ايه? consist of is formed of is composed of او made up of. كلها بنفس المعنى اللي هي بمعنى ايه? يتكون من. group of system form the body. طب انا كده عكست. مجموعة من systems هتكون لي ايه? البادي. طب group of organs هتديني ايه? system. group of tissues هتديني ايه? organ. group of cells هتديني ايه? tissue. لما اقول group of كذا هيديني اللي هي الاكبر منه. طيب انا عندي هنا. بقول group of different system. يعني systems بيكون دي مختلفة. طب group of different organs. لكن نيجا عندي tissue دائما بيكون شبه بعض. تمام? لان هما كلهم في نفس الorgan. cells دائما بتبقى شبه بعض. لكن الorgan ما بتبقى شبه بعض. systems ما بتبقى شبه بعض. the cell. ايه هي cell? ايه الخلية بتاعتي? is the building unit of living organism. احنا لسا قلين دلوقتي اننا قلنا body consist of systems. system consist of organs. organ consist of tissues. tissue consist of cells. يعني اصغر حاجة عندي هي الcell. تمام? يعني انا باعتبرها هي الطوبة بتاعتي اللي ببني بيها الجسم كله. يبقى انا عندي cells. cell جنب cell جنب cell جنب cell جنب بتيديني tissue. وتيشو مع tissues بتديني تيشو مع تيشو هتديني ايه? organ. وorgan مع organ هي ديني system وسسم مع system هي ديني the body. طيب. يبقى انا عندي بسميها ايه building unit of living organism هي الطوبة بتاعتي البناء بتاعتي اللي ببني بيها الجسم. or the unit of structure in the living organism. يعني واحدة الوظيفة بتاعتي هي اللي بتقوم بوظيفة ايه الجسم. a living organism body is made up of set of systems. يبيتكون جسم living organism بيكون من is made up of هي نفسها معناها consist of. each system perform a certain function. لسه ايلنها حالا. perform يعني معناها do. a certain function يعمل وظيفة محددة. زي المدرسة كزي بقلنا مع المدرسة الناس اللي موجودة في المدرسة دي. المدرسين بيقوموا وظيفة محددة. عندي الديدات بيقوموا بوظيفة محددة غير اللي بيقوم بها المدرسين. فدي كل system بيعمل ايه certain function. وظيفة معينة. for example. digestive system. it digests and absorb food. بيهضم وي بيمتص الغذاء. تمام؟ يهضم. digest. the verb. digestion يعني هضم. digestive يعني هضمي. ناخد بلنا من كلمتي. respiratory system. جاي من كلمة respiration. تنفس. يبقى respiratory system بيعمل ايه. it carries out. carries out بمعنى perform. بمعنى do. بيعمل او يؤدي. the process of breathing. عملية ال ايه. التنفس. هو اللي بيقوم بعملية التنفس. the circulatory system. circulatory يعني جهاز دوري. يعني بيلف الجسم كله. طيب. جاي من كلمة circle. it distributes. distributes. يعني ايه. يعني بيوزع. the digestive food. الاكل اللي تهضم. اللي كان جاي من. the digestive system. and oxygen. all over the body cells. بيوزع على كل اجزاء الجسم. urinary system. urinary system. عبارة عن ايه. عبارة عن السيسم اللي بيعمل ايه. اللي هو الجهاز البوي. it helps the body get rid of the harmful substance. get rid of على بعضها. معناها. يتخلص من. harmful substance. المواد الضرة. the nervous system. الجهاز العصبي. لما نقول نسمع كلمة nervous. لما نقولك ايه. ده الشخص ده nervous قوي. يعني هو ايه. عصبي قوي. فاحنا بنقول كلمة nervous. يعني العصبي. يبقى nervous system. الجهاز العصبي. طب بيعمل ايه. it lets us have the ability to feel, hear, smell, and a taste. بيخلينا ايه. نقدر كل الحواس دي. المسؤولة عليها nervous system. وطبعا هي مش دي بس. هو مسؤولة على حاجات كتير جدا. ان شاء الله ناخدها. في primary six. يعني reproductive system. reproductive system. بنقول. it makes us give birth for new individuals. يعني بنجيب اطفال ايه. او افراد جديدة. who will look like us. يعني اللي بيكونوا ايه. فيهم شبه مننا. all these systems are working in. يعني كل الهي system دي بتشتغل مع بعض ازاي? in. full harmony and integrity. يعني harmony. يعني متنسقين مع بعض. بيقدروا يتفهموا مع بعض. تمام? and integrity. يعني كل واحد بيكمل التاني. انا عندي الوقتي. digested system. اداني. digested food. خضمي الاكل. طب الاكل ده. عشان يوصل للجسم. هيروح له ازاي? لازم يروح للسيلكراتي السيستم. لو سمحت يا سيلكراتي السيستم. خد ده. ووصله للجسم كله. تمام? فبيتعاملوا مع بعض ايه. in. harmony and integrity. together. طب. الهدف من ده. to keep the human life ايه. goes on. يعني عشان يخلينا احنا. عشان يخلي حضرتك لسه عيش ايه. على وجه الارض. تمام? questions. complete the following. the space is a group of similar cells. group of similar cells. 4a. space is the building unit of living organisms. digestive system. space and space food. the space consists of group of tissues. the space is composed of a group of organs. the space is formed of a group of systems. a group of organs form a system of the body. work together. systems موابط. work together. in. a and. a. living organism. body. is made up of a number of a. and each one performs a certain a. بيقوم بيقدي ايه. ايه محدد. هنبدأ نحل. هنوقف الفيديو لحظة. لحد ما نخلص حل. ونبدأ نشغله تاني. عشان نشوف حلنا صح. والله غلط. نقول بسم الله رحمة 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 ونبدأ. نقول الإجابة. 1. The tissue is a group of similar cells Group of similar cells for tissue The cell is the building unit of living organs The digestive system digests and absorbs food The organ consists of a group of tissues The system is composed of a group of organs The body is formed of a group of different systems A group of organs 4. System 9. Systems of the body work together in harmony and integrity A living organism's body is made up of a number of systems and each one performs a certain function Write the scientific term يعني write the scientific term نفتكر كده إنه بيجيب لي Definition لحاجة تعريف لحاجة وأقوله لحاجة دي إيه زي يجيب one word بالنسبة للإنجلش It digests and absorbs food The system carries out the process of breathing It's the building unit of living organisms It distributes the digested food and oxygen all over the body cells It helps the body to get rid of harmful substances System that let us have the ability to feel, hear, see, smell and taste The unit of structure in living organisms The system makes us give birth for new individuals who will look like us برضو هنوقف الفيديو لحظة ونبدأ نحل عشان نشوف إحنا مستوين إيه وهنجيب كام يلا نحل مع بعض Ready scientific term أول حاجة Digest and absorb food يبقى digestive system Carries out the process of breathing اللي بيامي الbreathing Respiratory system It building unit of living organisms The cell Distributes the digested food ميلي بيبزع digested food والأكسجن Circulatory system Helps the body to get rid of اللي هو يتخلص من الهرمفل substance اللي هو urinary system System that let us have the ability to feel, hear, smell and taste اللي هو nervous system The unit of structure in living organisms Cell The system makes us Next us The give birth اللي هو مين بيخليني نجيب أطفال من غير حتى من كم Reproductive E system Give reason All body systems Are working in full harmony and integrity Together طبعاً هوا ممكن ما يجيليش give reason بس أنا الفكرة إن أنا السؤال ده ممكن يجيلي في شكلة شوز يبقى to keep the human life goes on عشان يقدر إيه نحليني وراء رضو ونذكر كويس عشان نحل الإمتحان الموجود في صندوق الوصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر